اشتركوا في القناة الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أفضع ديكتاتور عرفه التأريخ الماجن الذي يأنف الإنسان من ذكر اسمه هذا المجرم الذي شوهت مخازيه وجرائمه صحائف التأريخ وشمائله الأجيال من سيرته البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية ويقشعر لها الضمير الإنساني الحي هذا المنحرف الذي نشأ جانحا نحو كل رذيلة ميالا إلى كل موبقة لم يترك كبيرة أو صغيرة من الآثام والجرائم إلا وجاء بها فكان خليعا مستهترا مدمنا على الخمور واللهو والعبث مع الكلاب والقردة ملحدا حاقدا على الإسلام والنبي وأهل بيته صلى الله عليه ورث هذا الحقد عن أبيه وجده رأسي الكفر والنفاق أنه يزيد بن معاوية سليل الشجر الملعونة في القرآن الذي تولى الحكم بعد أبيه معاوية لمدة ثلاث سنوات ارتكب فيها من الجرائم البشعة والمجازر الإرهابية وكان له في ذلك شطر كبير ما لم يرتكبه طواغيت العصور وكان هذا جزءا من التأريخ فلوث التأريخ بصفحاته البشعة وجرائمه المنكرة التي جعلته في الحضيظ الأدنى من الغي والظلم والطغيان في السنة الأولى لخلافته المشؤومة قتل سيد شباب أهل الجنة صلاة الله عليه وصبط النبي الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في كربلاء المقدسة ولم يسلم من القتل حتى الطفل الرضيع وسبى نساء آل بيت النبوة من كربلاء إلى الشام أما في السنة الثانية فقد أرسل جيشا استباح به مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة المنورة ثلاثة أيام وكان فيها المجازر العظيمة الكبيرة وفي السنة الثالثة حرق الكعبة ودنس قدسيتها وفي أثناء ذلك عجل الله تعالى برحيله إلى جهنم ولرب سائل يسأل ما الذي يدعو إلى الحديث عن هذه الشخصية المنحرفة التي امتلأت جوانبها بالمخازي والوحشية والسادية وأي جانب من جوانبها يستحق الحديث وعلى الرغم من أن كتب التأريخ امتلأت بمخازي هذه الشخصية وهذا الشخص المنحرف الموتور وقد ذكر المؤلفون والمؤرخون والمحققون على مر العصور كفر وزندقت وفسق ووحشية ما لا مجال لحصرة من سلوك هذا الشخص إلا أننا أيها الأحب ارتعينا في حلقة اليوم أن نسلط الضوء على النزر اليسير من جرائمه الوحشية والإرهابية الممنهجة بحق أقدس من عرفه التأريخ صبط النبي وإمام الأمة وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم وأيضا علنا ننتفع من محاكمة بعض من جرائمه بقصد الدفاع عن كرامة البشرية ورفض الوحشية الأموية التي حدثت في كربلاء المقدسة وعلى يد هذا الحاكم وعنوان الحلقة أحداث واقعة كربلاء المقدسة نزوات حاكم وانتهاكات إنسانية قراءة قانونية برفقة دكتور ميري الخيقاني عميد كلية القانون في جامعة بابل ورئيس لجنة عمداء كليات القانون في الجامعات العراقية أهلا برفقتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياكم الله مجددا سادتي الكرام والأحبة أعظم الله جورنا ووجوركم بهذه الأيام وأجد التحية والعزال لضيفنا دكتور ميري الخيقاني حميد كلية القانون في جامعة بابل ورئيس لجنة عمداء كليات القانون في العراق حياكم الله دكتور أعظم الله جوركم الله محيك وأهلا وسهلا بكم حياك الله من بابل إلى كربلا يحفظكم الله بداية دكتور ونحن نضع عنوان حلقتنا أحتاث وقعة الطف نزوات حاكم وجرائم إنسانية من قراءة قانونية أسأل حضرتك كفقيه قانوني ماذا تسمي الجرائم التي حدثت في وقعة الطف بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نبتدأ نشكر القناة المباركة والأستاذ مصطفى الأخ العزيز في هذا البرنامج المهم والحيوي الذي يسلط الضوء على نقطة مهمة وحيوية ربما هذا المحور لا يرتفت إليه الكثير من الباحثين خصوصا الشأن القانوني أو الحقوقي قبل أن أبدأ في الإجابة على سؤالك نعزي أنفسنا ونعزي صاحب الزمان عن جلالله فرجه باستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وببدء المسيرة الحسينية الهادرة التي هي تمثل صوت الحق والعدل الإنساني نعزي الإنسانية جمعاء في هذا البرنامج المبارك طبعا سؤالك نحن نركز في الجانب القانوني طبعا واقعة الطف كواقعة إذا نظرنا إليها بشكل مجرد هي جريمة تعتبر من الجرائم التي يشير إليها قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنطق القانوني هناك قواعد قانون الدولي الإنساني وهذه القواعد تعني ببساطة المبادئ القانونية التي تنصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك القواعد العرفية التي اعتادت الدول على أن تدرج على اتباعها ضمن قوانين الحروب فتحييد وعدم الاعتداء على المدنيين أفراد الخدمات الطبية اللي عندهم مهمات إنسانية أثناء الحرب أيضا الجرحى بعد أن ينجرح المقاتل يخرج عن ميدان الحرب المرضى هؤلاء قواعد القانون الدولي الإنساني تشير إلى أنه يجب عدم الاستمرار والإيغال في الاعتداء عليهم وكذلك الأسرة فمراعاة معايير قواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الجانب في واقعة الطف حتى نربط الأحداث وضمن نفس المنطق القانوني نقول أن هناك انتهاكات صارخة وواضحة حدثت في واقعة الطف يعني لعل الاعتداء على الأطفال يعتبر جريمة من الجرائم التي نصعت عليها اتفاقيات جينيف والنظام الأساسي لروما محكمة روما التي تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز 1998 عدنا أربعة أنواع من الجرائم نصت عليها هي اتفاقية الإبادة الجماعية أو عفوا جريمة الإبادة الجماعية نعم والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان فما جرى في واقعة الطف يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه التحديد جرائم القتل العمد جرائم سبي النساء واختيادهم من كربلاء المقدسة إلى مقر الشر والطغمة الفاسدة يزيد لعنة الله عليه وهذه المسيرة الراجلة الطويلة من المعاناة ومن الكلام البذيء ومن التجاوز ومن التشهير بنساء بيت النبوة والأطفال والإمام سلام الله عليه الإمام علي بن الحسين السجاد ويمر على الطرقات وعلى القرى وعلى المدن هذه كلها بصراحة يعني كل فعل بحد ذاته يمثل انتهاكا صارخا للإنسانية ويشكل جريمة من جرائم الإنسانية نعم لو أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها دكتور ونقف عند جزئيات مهمة من هذه الجرائم مثلا انتهاك حق التعبير عن الرأي كان حاضر في واقعة الطف أيضا انتهاك حقوق الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أيضا محاربة كل أصناف المجتمع ابتداء من سيد القافلة الإمام الحسين والنساء والأطفال وكل هذه الجزئيات أسأل هل من تفسير لمقدمات كان بصددها يزيد وجيش يزيد لتحقيق كل هذه الجرائم؟ هو بصراحة يعني اختصاب السلطة إذا جاز التعبير هو الذي أوصل معاوية وابنه يزيد يعني هناك نقلة في التاريخ الإسلامي وهم الأمويين اختصبوا السلطة ومارسوا أفشع أنواع الاستبداد والتسلط والدكتاتورية ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج طبعا بأمر إلهي وبظروف المحيطة وهي الدفاع عن الإسلام يعني أكو استراتيجية طبعا الاستراتيجية هي شعر الإمام الحسين سلام الله عليه أن هناك خطر على الإسلام الخطر على الإسلام من ين متأتي متأتي من أن الإسلام بدأ يضيع ثوابة الإسلام الصلاة الصيام انتهاك الحرمات كثرة مجال السله والطراب والغناء وشرب الخمور هذه يقودها خليفتهم وبالتالي الناس طبعا بعض الفئات من الناس نريد أن نقول على دين ملوك نعم متسلطين عليها وبطبيعة الإنسان ولذلك لا بد من قيادة وتجسدت هذه القيادة الإلهية بخروج الإمام الحسين سلام الله عليه طبعا احنا التاريخ يذكر أنه دائما لأما سلام الله عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين يعني خرجوا بترتيب إلهي أيضا حتى لا يكون هناك فتنة في مكة المكرمة وكان الطريق إلى كربلاء المقدسة وهو التاريخ الذي ذهب إلى ذلك فيزيد كان متسلطا كما قلت في مقدمتك اللطيفة كان ديكتاتوريا وبالتالي حاول أن يضيع الإسلام نعم فمن نقول إحنا انتصر الدم على السيف يعني بالمنظار المادي ربما البعض من ذول الماديين يقولون واقعة الطف واقعة قتل فيها الإمام الحسين سلام الله عليه وسبيت نساءه وأطفاله وخسر المعركة دون منطق ماندي لا يدركون حقيقة وجوهر هذه الواقعة التاريخية والدليل يعني من 61 الهجرة إلى يومنا هذا ولا زال الحزن والأسى يتجدد وكأنما الواقعة قد حدثت قبل أيام وفعلا هي في المنظور الإنساني في المنظور الإيماني في المنظور العقائدي أن هذه الواقعة فعلا تحدث كل يوم في نفس المؤمن وفي كيانه وفي وجدانه وبالتالي عندما يعني يقال بأن الدم انتصر على السيف فهذا هو الواقع فهذا هو الواقع وهذه الحقيقة أيضا أيضا دكتور هناك من يضعف الكثير مما نقل من جرائم حدثت يعني لا يتوقع هكذا جرائم تحدث بحق أطفال بحق نساء بحق كذا لذلك يذهب البعض لإضعاف بعض ماروية يعني من قبيل تلك الجرائم التي حدثت نعم احنا التاريخ يشوه دائما والتاريخ له أعداء وخصوصا تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم ولكن احنا واجبنا الشرعي والقانوني والحقوقي أن نصلط أضواء على ذلك ولذلك ما نحن نقول معايير حقوق الإنسان هاي المعايير اللي يعني دائما في الدراسات يقولون هي من صنع الثورة الفرنسية الحق في التعبير حرية الرأي حماية حقوق الأطفال النساء حق الوظيفة حق المساواة هاي معايير الحقوق والواجبات تداول السين من السلطة قواعد قانون دول الإنساني ذكرتها أيضا بصراحة بنفس المنطق وبنفس المحاكاة نقول بأن التاريخ يجب أن يركز اللي احنا عايشين به وهس وسائل التكنولوجيا الحديثة يعني يؤسف أنه الجانب الإعلامي لا يركز على بشاعة الجرائم التي حدثت في هذه الواقعة جرائم يعني بكل المعايير مثلا حرمان جيش الإمام الحسين سلام الله عليه من الماء نعم هسا المقاتلين وكذلك الذين معه من النساء وأطفال يعني حتى في قواعد الحرب وفي معايير القانون الدولي الإنساني يفترض أنه هذه الأشياء الضرورية الحياتية من طعام وشراب تعتبر جريمة من جرائم الإبادة نعم يعني وهذه منصوص عليها في النظام الأساسي لرغمان مهما كان شكلتك المعركة نعم مهما كان لأن أكو قواعد للحرب حسنت يعني الحرب ربما تكون ضرورية مثل الحرب التي أعلنها الإمام الحسين سلام الله عليه على يزيد نعم هذه حرب ضرورية حرب مشروعة ولكن في الحرب هناك قواعد ولذلك إحنا أيضا عندنا قاعدة ونذكرها وموجودة في الروايات عن واقعة الطف أن الإمام الحسين سلام الله عليه لم يمنع المياه عن جيش الحر الرياهي عندما كان في صف الكفار بصراحة في صف يزيد لأن ذول أخرجوا عن الإسلام مع ذلك في هذا الجانب نجد بأن المحاكات والتأمل والتدقيق نجد أن هذه الواقعة هي واقعة أليمة من الناحية الحقوقية نعم نحن ندعو طبعا نعم الأمم المتحدة الهيئات والمنظمات الحقوقية في الأمم المتحدة أن تنتبه وأن تلتفت إلى واقعة الطف وكيف أن هناك جرائم قد حدثت فيها وأيضا ندعو الحكومة العراقية يعني عن طريق وزارة الخارجية العراقية أن تسلط الضوء على واقعة الطف وأن ترسل رسائل واضحة حسنا ربما البعض يقول هذا فد مخترح يعني ما هو الفائدة من عنده حسنا جدا مهم لكن نحن نعتقد أنه جوهري جوهري وأساسي لأنه الأمم والشعوب تعتز بتاريخها وهناك بعض الدول مجازر قديمة تريد تأسس على أن هذه مجازر وتثبتها على الأقل نعم على الأقل في المنظور الدولي تقول إحنا كنا على حق أجدادنا كانوا على حق وقدمنا تضحيات فألا يكون هناك اختراح لواقع اتفق كل من يدعي الإنسانية ويؤمن بها أن الإمام الحسين سلامه الله عليه وأصحابه كانوا على حق لأن الإسلام قضى ضياعا مبرما لو لا أن الإمام الحسين سلام الله عليه قد خرج وخاض هذه المعركة الشريفة المعركة المشروعة ضد هذه الزمرة الضالة التي انحرفت وحاولت أن تحرف الإسلام أبدا يعني لا تسمح لي أبدا الإمام الحسين سلامه الله عليه لم يخرج لطلب السلطة أبدا وإنما هو خرج لطلب الإصلاح نعم وتحدث صراحة نعم الدكتور اللي تفضلت بي حضرتك من تصليط الضوء بشكل رسمي مهم جدا وغير إن شاء الله نبحثه والحديث تتم لكن اسمحنا والسادة المشاهدين نذهب إلى استطلاع وضعونا الزملاء فيه وبين الزائرين رافقونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعظم الله لنا ولكم ولمشاهدين الأكارم زميلي مصطفى الأجر والتواب بهذه المناسبة العليمة وهذه الذكرى العليمة لواقعة الطف أكيد إحنا راح نتناول عدة قضايا في هذا البرنامج برنامج طريق الإلمان الحسين واليوم راح نتناول الجانب القانوني والإنساني لمعركة الطف راح ينضموا يانا الحقوقي منير الفتلاوي حتى تنسي لأسئلة ونفتهم من عند بعض الأمور بما يخص الجانب القانونية لمعركة الطف أستاذ منير تطل السلام عليكم عليكم السلام أعظم الله لكم حياكم الله أستاذ منير أستاذ منير مخصوص الجانب القانوني أو المرتكزات القانونية اللي استندوا عليها حتى يرتكبون هذه الجريمة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام عندما نتحدث عن الواقعة الأليمة وواقعة الطف نجد هناك انتهاكات كبيرة اتجاه الإنسانية في هذه الواقعة بكل معنى الانتهاك فنجد هناك انتهاك لمعنى الكرامة ولمعنى الحياة ولمعنى حرية الإنسان بالعيش بالحياة الرغيدة فانطلقت هذه الثورة بالمحافظة على حقوق الإنسان وحمايته من انتهاكات انتهاكات السلطة للحاكمة وانتهاكات التي كانت تدور في تلك المرحلة فلذلك نجد أنه اليوم عندما نتحدث عن القوانين الوضعية الموجودة نجدها هذه القوانين هي مرتكزة على هذه الثورة ومظلومية هذه الثورة شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا جزيلا طبعا زميلي مصطفى شاهدنا وسمعناها الأستاذ منيرو وما تضمن هذه القضية من انتهاكات وابتلاءات وأمور صعبة أن تحدث وترتقي إلى جرائم الحق طبعا راح نتكلم على موضع الإنسانية والجانب الإنساني وحقوق الإنسان مع السيد هذه المسوي أحد الناشطين طبعا في مجال حقوق الإنسان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم عظم الله لنا ولكم الأجر واتقب الله أمانا وعمانكم لا سيما نحن في شهري الأحزان شهر المحرم وشهر صفر سيدنا إذا وصلنا إلى القراءة الإنسانية قراءة الجانب الإنساني وانتهكات التي حصلت لآل بيت النبوة من جانب إنساني كيف تفسرنا نعم نحن دائما نذكر القضية الحسينية بهذه الذكرة البكاء هي حزين لكن لأثور الحسينية أبعاد عدة منها أبعاد عسكرية أبعاد سياسية أبعاد اجتماعية وبذلك أيضا الأبعاد الإنسانية لو استقرنا شخصية الإمام الحسيني السلام سنجده هناك بعد إنساني كبير منها ما ذكر لأصحابه وأنصاره في ليلة العاشر من المحرم يوم التاسعاء كما يسمى قلهم أنتم في حل من أمري اللي يريدي يغادر فيغادر بالليل حتى لا ينحرج من عندي ولا ينحرج أمامي موجودين فيخلي يغادر لأنه القوم يطلبوني أنا ما يطلبونكم فإذا تمكنهم عندي أنتم في حل من أمركم هذا جانب من جوانب الإنسانية لإمام الحسيني السلام وعاد إلى الخيام ليحمي العيال والأطفال وهذه أيضا نوع من النوع الإنساني بلليه قمة الإنسانية شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا زميلي مصطفى مثل ما سمعنا واستقرأنا الأفكار وسمعنا من الأساتذة نصلوا إياكم إلى لحاية هذه الفقراء وهذه أعود إليك باستوديو هكذا الكلمة تخضر حياكم الله مجددا أيها الأحبة والتحية لزميل علي الخالدي والجد تحييب دكتور مير الخيقاني عميد كلية القانون في جامعة بابل حياكم الله مجددا دكتور أسأل حضرتك طبعا أنا أثناء الإعداد عندما أجيت أنقط الأشياء التي أريد أن ناقشها وجدتها كثيرة جدا ولا يمكن حصرها في هذه الحلقة لكن أسأل حضرتك تتم لما تفضلت لو أردنا محاكمة جريمة غصب الناس على مبايعة ما يسمى بخليفة أو قائد أو حاكم كذلك يعني ما تبع ذلك من إنزال الجيش والقتل بهذه الطريقة والقتل لم يختصر على شخص المعني بقدر ما جميع عائلته ومتعلقين هذه الجزئية هل يوجد في القوانين الحالية الوضعية العالمية عقوبة لها؟ طبعا نحن عندنا محور في سؤال جنابك المحور الأول معايير العالمية لحقوق الإنسان الحق في الحياة التداول السلمي للسلطة أيضا مبدأ مهم وأساسي يعني عندما تكون حاكما في دولة معينة يجب أن تتمتع بالشرعية وهذه الشرعية تجي من الشعب في منظور القوانين الوضعية عن طريق الانتخابات في يعني استلام معاوية بنبي سفيان ونقل الملك وأسميه الملك وليس الخلافة إذا ابنه يزيد لم يكن هناك سلوكا للطريق الشرعي في هذا الأمر وبالتالي إن الحاكم الذي ثار عليه الإمام الحسين سلام الله عليه هو حاكما غير شرعي بالإضافة إلى ممارساته في انتهاكات إنسانية واضحة ومحددة في حينها وبالتالي عندما نتدرج في الأمر وننزل إلى الممارسات التي قام بها جيش يزيد ووالي الكوفة عبيد الله بن زياد والشمر لعنة الله عليه انتهاكات صارخة يعني التمثيل بالجثث جريمة بشعة في منظار القانون الدول الإنساني عندما الإنسان يجرح يجب أن لا يتم التعرض إليه باعتبار قد خرج عن المعركة فكيف إذا الإنسان قد فارق الحياة فكيف أن التاريخ يروي ماذا فعلوا بالإمام الحسين سلام الله عليه عندما جاءوا بالخيول وكسرت صدره الشريف عندما حزوا رأسه عندما سرقوا مقتنياته التي رجعت فيما بد بالإرادة الإلهية فهذه كلها ممارسات تنم عن بشاعة وعن الكلمات تعجز عن وصفها مع ذلك قواعد القانون الدول الإنساني في منطلق الحديث تتطرق إلى هكذا نوع من الجرائم يعني كل هذه التي ذكرتها الأفعال التي قام بها جيش يزيد كلها يعني لو في وقتنا هذا الحاضر وفي نظام روما الأساسي اللي هو نظام وضعي نعم اللي بال 98 أقير الحقيقة يحاكمون يحاكمون ويدانون عن هذه الأفعال أما هم مئة بالمئة يحاكمون ولكن الحديث عن ما بعد المحاكمة لمن يسمى باسمه لمن يروج له لمن يترضى عليه لمن لمن هذه التبعات التي هي عبارة عن أدبيات اجتماعية تؤثر على المجتمع فيما بعد وهنا الحديث عن ضرورة الحديث عن هذه الأمور وكشف والحديث عن محاكمتها لتبعاتها دكتور طبعا احنا بصراحة واجبنا وجزء يعني ربما من الواجب هذا التسليط اللي احنا نقوم به هذه القناة المباركة دا نقلهم يا با هذه الوقائع هي في حد ذاتها تشكل جرائم ولذلك من رضي عن هذه الجرائم من يشجع عليها من يسكت ويقف موقف الحياة بصراحة عن هذه الجرائم يعني هو شريك فيها هو جزء منها على الأقل بالمنظار الإنساني سنسا ما نقول شريك في المنظار القانوني حتى ما نؤاخذ من الناحية القانونية لا لا احنا نقول شريك بالمنظار الإنساني يعني هناك جريمة بشعة ضد الإنسانية مثل ما احنا ندين أي جريمة بشعة في انتهاك المدنيين حتى لو تعرضوا لها المسيحيين غير مسلمين جرائم بشعة هذه لأنه كرامة الإنسان وحياته وحياة الإنسان المسلم وغير المسلم يعني مو فقط حياة الإنسان المسلم هي اللي احنا ندافع عنها لا يعني اكو منظار إنساني بالموضوع ولذلك اللي دايسكتون عن هذا الموضوع يؤسف انه هم جزء وشركاء في هذا الامر على الاقل من الناحية الإنسانية دكتور انا اورد لحبرتك شيء من التاريخ من هذه الجرائم واطلب من جنابك تعليق قانوني حول هذه الصورتين التي سأسردها لجنابك الأولى الواقع التي تتحدث عن قتل وشكل قتل الطفل الرضيع عبدالله الرضيع ابن الحسين صلى الله عليه في تلك المعركة وبتلك الطريقة من النحر يعني بالسهم وهو بهذا العمر ورواية الأخرى في واقعة الحرة يعني بعد سنة من واقعة الطف التي حدثت بالمدينة عندما دخل جندي أيضا جندي يزيد على زوجة صحابي وتحديدا الصحابي زوجة ابن كبش الأنصاري وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل على زوجته وكان في يدها الطفل الرضيع سحبه من رجله وضربه بالحائط وتتشر دماغه على الحائط هذه الصور البشعة هل من تعليق قانوني حولها بصراحة يعني الأطفال هم خارج الانتهاك يعني يجب احنا مهما كانت هسه البعض يجوز يقول لي هو الإمام الحسين سلام الله عليه هو جاب الطفل الرضيع يعني ربما أكو فإحنا يجب أن تكون لدينا حجة قوية في هذا الجانب نعم بصراحة مهما كان الأمر فيجب على المقاتل في الجهة الأخرى أن يمتنع احنا عندنا في قواعد القانون دول الإنساني مبدأ التناسب يعني إذا أنت عندك هدف عسكري وبيه مجموعة من المدنيين نعم نساء أطفال مدنيين هم ليسوا جزء من الحرب نعم يجب أن تمتنع يجب أن تمتنع عن أن تستهدف هذا الهدف وإن كان هدفا حيويا أساسيا راح يؤدي بك إلى النصر في المعركة قواعد القانون دول الإنساني هذه اللي هم يعني وضعوها بصراحة فكيف إذا كان رضيعا وألقى الحج الإمام الحسين سلام الله عليه بإظهاره ويقولون ويقول لهم الإمام كيف أنكم خرجتم عن الإنساني كيف أنكم ترتكبون هذه الجرائم البشعة حتى التاريخ يبقى يذكر هذه الجريمة أما الجريمة الثانية فهي أيضا جريمة بشعة وواقعة الحرة هي امتدات لواقعة الطف لأنه كان الاستهداف فيها لكثير من الأنصار وكثير من الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلال بعض ربما يبرر أنه الإمام الحسين خرج عن السلطة وتمت الواقعة فكيف يبرر واقعة الحرة التي عبأ عليها يزيد وذهب وارتكب هذه المجازر ومن آهر المجزرة كامل لمدة ثلاثة أيام لمدة ثلاثة أيام وأيضا أشير إلى نقطة نعم يعني هذا الجندي هذا الجندي الذي قام بهذا العمل الشنيع يعني التربية مالته التي متوغلة فيه كيف أنه عنده هذا الفعل ولذلك هذا ينطيك إشارات وعلامات ودلائل على أن هناك سلوك منظم نعم نحن دائما نقول الجيوش يجب أن تاخد دورات حتى الآن في الوقت الحاضر صحيح دورات في حقوق الإنسان دورات في قواعد القانون الدول الإنساني حتى من يشارك بالحرب ويراعي هذه الجوانب طبعا هو يشارك الجندي يشارك مليئ ذكاء في جيش يزيد نعم في واقعة الطاف وواقعة الحرة هم وعتهم سلوك منظم مرتب ممنهج بتوجيه من قائدهم يزيد وعبيد الله بن زياد وغيرهم تحقيق هذه الجرائم لتحقيق هذه الجرائم يعني البعض قد يقول أنه هذه نحن نسميها أفعال فردية مرات تصير دفوع من قبل القادة يقول لك هذه الجنود هم قاموا بهذه الأفعال فرديا بشكل فردي ونحن لا نسؤول عنهم وحتى سنسائلهم ونعاقبهم لا هذا يظهر لك أنه معتهم سلوك جمعي سلوك عام لأن شمر وهو من قواد الجيش هو الذي حزر الإمام الحسين صلى الله عليه إذن عدهم سلوك جمعي في أنهم ضد الإنسانية فهذا المفتر المهمة والأساس لذلك أسأل سؤال فيه أخذ صورة مهمة يعني ما تفضلت من انتهاك سواء بالدرجة الأولى ما حدث في السنة الأولى من حكم واحد وستين ثم 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 هذه الجرائم التي حدثت على يد يزيد وخصوصا في وسطها مثلا ما بعد كربلا انتهك حرمة كثير من الصحابة الأجلاء وعوائلهم وهذا الاستباحة الكبيرة ثم تدنيس الكعبة هذه ما الذي أحدثته في التاريخ هذه الجرائم وإلى أي مدى هي أثرت على المستوى الإنساني على المستوى القانوني إلى يومنا هذا بصراحة يعني هذه الجرائم احنا نحتاج بعد يعني نسلط عليها الضوء أكثر يعني نعم المواكب الحسينية جيدة المجالس الحسينية جيدة لكن نحتاج أكثر بعد أعلامي أكثر ومحاضرات عقائدية أكثر احنا في الجامعات يعني وندعو أيضا أساسية الجامعات بصراحة ندعو الوزارة وزارة التعليم معالي السيد الوزير بصراحة أيضا ضمن هذا المنهج أدخلنا كثير من المناهج كرجان عمداء وبدعم وبأفكار معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن ننطي بعد إسلامي لمعايير حقوق الإنسان ننطي بعد إسلامي لمساء الأحوال الشخصية أيضا ننطي بعد إسلامي عقائدي ديني للمسيرة الحسينية لواقعة الطف ويكون جزء ونحن في منهج حقوق الإنسان بصراحة أنا كرئيس لجنة التحديث وتطوير منهج حقوق الإنسان في الجامعات العراقية راح يضمن المنهج ورئيس اللجنة راح يضمن يعني أزيارة الحسينية يعني محور من المحاور الأساسية وإن شاء الله تعالى نحن في نهايات أقرار هذا المنهج ونرفع للوزارة وهذا شيء جيد وإيجابي بصراحة يعني مجموعة الإمام الحسين وكل ما نملك إن شاء الله تحت أياديكم متن جدا لحضرتك يعني أحتذر لضيق الوقت هذا هو حال الوقت دوما أستاذ القانون وعميد كلية القانون في جامعة بابل ورئيس لجنة عمداء كليات القانون في جامعة العراقية دكتور مير خيقاني ممتن جدا من حضرتك وأسأل الله توفيقنا وإياكم لخدمة هذه القضية الحسينية العظيمة شكرا جزيلا وبرك الله بكم شكرا شكرا جزيلا ولكم أيها الحب سادة الكرام ختاما التحية بلون العزاء للملتقى شكرا جزيلا شكرا جزيلا